رسميا ترحيل لاعب خطوصات نادي كوينزبارك رينجرز الإنجليزي إلى الفريق الأول أليكسندر أراها لاعب منتخبنا الوطني العراضي ونادي كوينزبارك رينجرز الإنجليزي سيشارك في دور الشامبيونشيب الإنجليزي بعد الممتاز وسيشارك أليكسندر أراها هذا الشهر ثلاث مباريات وديئ أول مباراة مع توتنهام ثاني مباراة مع ريدنك والمباراة الثالثة ستكون غد برايتون الإنجليزي لكل التوفيق لأليكسندر أراها وإن شاء الله نشوفه بالتصفيات النهاية مع كاساس أليكسندر أراها هو أفضل ارتكاز للمنتخب الأولمبيل العراقي كان يقدم أداء ممتاز لكن صاب وقت طويل والآن رجع من الإصابة رسميا الإعلان قامت المنتخب الأولمبيل المغربي تواجد حكيم بالدفاع وإضا تواجد الزلزولي وتواجد سوفيا الرحيم المحترف في الإمارات سجع على ناصر السعودي أربعة أهداف بوجود كريستيانا اليوم الجوية تعدى الوطار السعد ناطق والشرطة فازه وأخذه الدوري السعد ناطق شرح تدبره بأولمبياد باريس أذاته كل لعبة مطرود لكن الغريب إتحاد الكرع العراقي إلى الآن لم يعلم بالفاز ببطل الدوري يقولون مش تأكين عند محكمة كاس بمبارات الشرطة وزاخه انتظرون آخر النتاج احتمال يخصون من الشرطة ثلاث نقاط ودرب المنتخب الأولمبيل العراقي راضي الشيش يرفض انضمام المترجم محمد عبد الحافظ إلى المنتخب الأولمبيل العراقي في أولمبياد باريس محمد خلفي يقول ما الذي قدمه زيداني قبال خلال الفترة الماضية مع المنتخب الوطني سوى هدف واحد على الفيلمبيين يعني الولد شفته فقير ما عنده ظهار تحشون عليه عادي يعني زين شو تقول مثلا على بشار رفسان اللاعب ستين مباراة الدولي وعنده تقريبا ثلاث الأهداف صفحة الفيسالي الأردنية تقول رسميا سيصدر قرار من الفيفا بأن يلعب المنتخب العراقي خارج الديار تخيلوا لهذا العقل وصلوا يقولون خوفا على سلامة اللاعبين سيصدر هذا القرار حياتي إذا لم تلعبوا بالعراق رح ينخصوا منكم ثلاث نقاط مثل الورد وإحنا نتمنىها منتخب العماني طبعا نحطه على رأسنا قالوا نحنا رح نلعب بالبصرة ولعبنا كأس الخليج بالبصرة المدرب العراق فار عدنان يقول زيدان لاعب عادي ولم يصنع الفارق ولم يفرض نفسه في تشكيلة كاساس رئيس الاتحاد عدنان درجال ينزل عليه منشورات بنفسه يعني بي شو إعلامي من غير المعقول أن يطلق على زيدان اقبال لاعب بأصناء الفارق أو نجم صار لسنتين بالمنتخب الوطني يأتي يلعب بس ربع ساعة حتى لا يستطيع أن يفرض نفسه يعني هكي حاقلين على زيدان اقبال ماذا نرىكم بتصريحة أمجذ عطوان عبر الفيسبوك في آخر مباراة له مع زاخر يقول أتمنى أن نراكم جميعا بحسب المصادر الدولي لاعب خطوة ساعة ومجذ عطوان يتفق مع نادي القوى الجوية لتمثيل الصقور في الموسم المقبل نادي كومو علي جاسم يفتح من شعره في الكالي الشوري طالي من واجهة يوفنتس بملعب اليوفي بتاريخ 18-08-2024 كل توفيق علي جاسم إن شاء الله نشوفه في هذه المباراة أمور فيصل يقول أنا صغير في العمر ولا يمكن أن نقدم نصيحة للاعبي المنتخب الوطني لكن أتمنى أن يتأهلوا للموندياي من أجل الجماهير إدارة نادي النفط تفسخ عقدها مع مدرب باسم قاسم بالتراضي إدارة النفط تفاتح المدرب القطري يونس حليل تدريب الفريق في الموسم المقبل أمور فيصل 15 مساهمة تهديفية مباشرة و20 مساهمة بالمجمل ب28 مباراة بدأها كأساس هذا الموسم كان من المفترض أن يتواجد مع الأولمبي العراق في أولمبياد باريس أبعا ما سحبه بحجة أنه وزن ثقيل بعد أن صرح عليه نزارة أشرف الجمهور العراقي في ملعب الكشافة سنة 1963 برأيكم شن الغريب بالصورة فالشيء مميز وأناق أكتبونا بالتعليقات بحسب المصادر رئيس الهيئة الموقتة لنادي الزورة أحمد شهيد تبرع بمبلغ مليون دولار لتحزيز صفوف النوارس الموسم المقبل مدرب نادي بسويشتاون الإنجليزي كيرام ماكينة يرفض انتقال علي الحمادي إلى نادي أكس فورد يونايتد إن شاء الله سنشاهد علي الحمادي في الدور الإنجليزي الممتاز حسين علي حسين يقول راضشنيش الأفضل مدرب العراقي وهو قريب من فكر المدرب الأجنبي هاشين بسيطة تقول هذا الكلام شو الجمهور العراقي ما يقولهش بالتعليقات بحسب المصادر القوة الجوية والشرطة يتنافسان على التعاقد مع اللاعب هيران أحمد ترجمة نانسي قنقر